وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت من ضبط 664 قضية تموينية مستندية وعينية خلال 24 ساعة بمضبطات بلغت أكثر من 126 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 49 طن وذلك في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 49 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير إلى جانبي ضبط قرابة 8 أطنان في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 20 طن من الأسمنت في مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فضلا عن ضبط 444 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 163 قضية خبز نقص الوزن و154 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات وضبط 9 قضايا في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف بمضبطات بلغت 16 طن ترجمة نانسي قنقر